تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الملطي إبريست بارتولو وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ومالطا أوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقش ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهد هذه العلاقات في شتى المجالات والدعم المتبادل في المحافل الدولية كما رحب الوزيران في هذا السياق بتكثيف أليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على جميع الأصعدة والدفع قدماً بمنح العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية هذا وقد شهد الاتصال كذلك كتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنصيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين